الشيء السابع مكتوب اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بالكلمة الحية طيب هون ايش بدك تصل اخباسم يعني لما تقول اذكروا مرشديكم في الحقيقة يعني لازم اذكر الناس اللي قادوني للرب وعلموني الكلمة الالهية اذكرهم بكل تقدير واحترام وكمان التحريد قال انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم فيبقى واحد يقول لك ايه يعني ايه الاخ نزارت طيب صح انا عرفت الرب عن طريق البرنامج ويقول لك ايه يعني ما كنت حعرف الرب سواء هو وعظني او لا غلط مفروض انا احترم واقدر المرشدين احترم واقدر الناس اللي كانوا صبب بركة في حياتي لكن ما قالكش انظر لهم هما وثبت النظر عليهم هما لاني لسه في الاصحة القبله الناظرين الى رئيس الايمان ومكمل ومكمل فالتحريد اني انا اسكر مرشديني بكل الخير بكل التقدير وبكل الاحترام ولا اتمثل بهم اكون يعني زي نسخة منهم لكن اتمثل بايمانهم اللي وصلهم الى هذه البركات العظيمة موسيقى موسيقى موسيقى